مرحبا بكم اليوم من الناس كل في راديو بليسي ايام بتبعي اقبار من الابداء وما تنسوا اشتركوا في القناة اشتركوا مخبار تونس لحظة بلحظة استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بقصر قرتاج السيدة ليلة جفال وزيرة العدل وتناوله اللقاء ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب التي حددها الشعب التونسي منذ اكثر من عقد واعادها يوم امس في كل مناطق الجمهورية وكلف رئيس الجمهورية السيدة وزيرة العدل بارساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي في اسرع الاوقات حتى تعود الاموال المنهوبة لساحبها المشروع وهو الشعب التونسي وعلى السعيد الاخر شدد رئيس الجمهورية على ان يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وان لا يتوانى القضاء في تطبيق القانون على الجميع وان لا يتم التمديد تلوى التمديد والتأخير تلوى التأخير فتذيع الحقوق كما قاعدين تسمع ذي كانت رسالة رئيس الجمهورية الى وزيرة العدل ليلة جفال معناها بتقوم بالاجراءات اللازمة لفلوس المنهوبة عندك دوسيات لازمتها ترجع في اقرب وقت للشعب التونسي ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله القضاء كما قال رئيس الجمهورية معناها يقوم بالواجبات وحصلوا الكلمة الاخرى عندكم انتم ممنتها والشعليكم وهكا نكون وسنة الى نهاية الموضوع